كشفت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي أن أزمة كورونا حالت دون استكمال حفر البئر خمسين في حقل الريشة الذي تعمل على تطويره شركة البترول الوطنية وأتتراوح القدرة الانتاجية للغاز الطبيعي من حقل الريشة الغازي ما بين 19 و20 مليون قدم مكعب يوميا بحسب تصريحات الوزيرة رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية ليث القاسم قال في إفصاح عن نتائج أعمال الشركة إن تأثير الجائحة على مشاريعها كان ضعيفا حيث توقفت أعمال الحفر لمدة شهر في بداية الأزمة لعدم توفر الطواقم للشركات الأجنبية المتعاقد معها فيما استمرت عملية إنتاج الغاز الطبيعي في حقل الريشة بمعدلات تزيد بنسبة عن 60 إلى 70% وأظهرت البيانات المالية للشركة أنها حققت أرباحا صافية خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة مليون وثلاثمائة ألف دينار تقريبا بارتفاع عن ذات الفترة من العام الماضي حيث حققت تسعمائة واثنين وخمسين ألف دينار ترجمة نانسي قنقر